قيم إنسانية ترسخت أركانها بين أروقة مجتمع بحريني متماسك مبني على تدعيم أواصر المحبة وتقبل الآخر في بيئة من المساواة في الجنس والعرق والدين وما دعم ذلك حجم المبادرات الملكية السامية التي جعلت من البحرين نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في التعاوش بين كافة الأديان والمذاهب والطواف في البحرين ومنذ قديم الأزمان تعظمت قيم الإنسان بعلو سقف المبادئ التي بنيت عليها الدولة وتأسست على تدعيم أواصر المحبة والمودة بين الفرد والآخر واندماج مجتمعي لا فرق فيه بين هذا وذاك إلا بمقدار حجم الانتماء ومقياس الإخاء بطعاضده وألفته ليتمكن الجميع من العيش بسلام داخلي وخارجي تؤطر عيشهم قوانين وتشريعات تذود عن حرية النفس وتفصل الحقوق والواجبات في بيئة من المساواة في الجنس والعرق في تسلم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لزمام الحكم في البلاد توسيع لنطاق قيم السلام والمحبة والتعايش حتى باتت المملكة حاضنة للسلام وبيئة خصبة للتعايش بين كافة الأديان والمذاهب والطوائف ونموذجا مميزا يحتذا به في التجانس والتوافق المجتمعي فمبادرات جلالته السامية تمثل علامة فارقة في تعزيز قيم المحبة والتآلف بين فئات المجتمع البحريني بصيغة منمقة أدت إلى تحقيق تام وبسط عام للمبادئ والثوابت السامية في المجتمع والتي أقرتها الأديان والمواثيق والقوانين الدولية المبادرات الملكية الهادفة كانت كفيلة بتعميق دور البحرين في العالم أجمع ومنحها الحق في أن تصبح أنموذجا يدرس في نشر ثقافة السلام والاعتدال إقليميا ودوليا لتسجل أرض الحضارات العريقة العديد من الإشراقات التي تضاف إلى سجلها في المجال الحقوقي والإنساني لتلفزيون البحرين محمد رشادات اشتركوا في القناة